من العزاء محاضرتنا لهذا اليوم ستكون الجزء الثاني للموضوع الإرادات العامة وصلنا وإياكم في المحاضرة السابقة إلى باء القواعد التي تحدد تقدير الرسوم وعشرنا أن الرسم هو مبلغ نقضي إجباري يدفعه الفرد إلى الدولة أو أحد مؤسساتها العامة لقاء خدمة تقدمها الدولة تحقق نفع عام ونفع خاص بالنسبة إلى الفرد يهمنا في هذا الجانب تحديد القواعد التي تحدد أو تقدر الرسوم مبلغ الرسم الذي يدفعه الفرد كيف يتم تحديده هناك ثلاث قواعد لتحديد قيمة الرسم أولاً تعتمد على التناسب التناسب بين نفقة الخدمة المقدمة والرسم والرسم الذي يقابلها أي أن تكلفة الخدمة التي يقدمها الدولة أو أحد مؤسساتها إلى الأفراد تكون مساوية لقيمة الرسم لماذا تكون مساوية؟ لأن الدولة هنا ليس هدفها تحقيق الربح وإنما تقديم خدمة لكن هذه الخدمة التي تقدمها قيمة الرسم يكفي تكاليف هذه الخدمة إذن القاعدة الأولى التناسب بين تكاليف الخدمة المقدمة والرسم القاعدة الثانية أن يكون الرسم أقل من نفقة إنتاج الخدمة أو تكاليف إنتاج الخدمة الرسم الذي أدفع هنا قيمة أقل من تكاليف هذه الخدمة مثل خدمات الصحة والتعليم لماذا أقل؟ لأن الهدف أن الدولة تريد الشجع الأفراد على طلب هذه الخدمات على التعلم مجانية التعليم الخدمات الصحية التي تقدمها بالمراكز الصحية اللقاحة التي تقدمها للأفراد للأطفال هنا هذه كلها بمبالغ رمزية أي أن الرسم هنا أقل تكاليف أقل بكثير من قيمة أو تكاليف الخدمة المقدمة يعني من الروح للمراكز الصحية المبلغ اللي ندفع أو الباص اللي هو 250 أو ألف هذا ما يتناسب بهاللقاحات أو الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة فالهدف من الدولة يكون قيمة الرسم أقل من تكاليف الخدمة أو المقدمة لهدف تشجيع الأفراد على طلب هذه الخدمة لقاعدة الثالثة هنا سيكون قيمة الرسم أكبر من تكاليف نفقة الخدمة يتجاوز فيها مبلغ الرسم نفقة الخدمة المقدمة لماذا هنا قيمة الرسم تكون أكبر من نفقة الخدمة المقدمة بسبب أما أن الدولة تحتاج كإرادات مالية تمول بها خزينتها أو بسبب الدولة أن تريد تحت من طلب الخدمة من قبل الأفراد فهنا مثل استحصال موافقات السفر إذا الدولة ما ترغب بالأفراد يسافرون فهتفرض عليهم رسوم مرتفعة لإستحصال الموافقات أو الدولة تسعى إلى تحقيق إرادات مالية فهنا هنا تكون قيمة أو تكاليف الخدمة أكبر من قيمة الرسم اللي يدفع الأفراد أو عفوا الرسم اللي ندفع حيكون أكثر بكثير من قيمة الخدمة المقدمة أعتذم مرة أخرى مقارنة ما بين الثمن والرسم قلنا الثمن هو مقابل السلعة بينما الرسم يكون مقابل خدمة هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف أوجه الشبه أنه كلاهما يدفع بقصد الحصول على نفع خاص بينما قلنا الخدمة نفع خاص وعام بينما الثمن هو فقط نفع خاص بس كلاهما الهدف الأساسي تحقيق النفع الخاص كلاهما يكون مساوي لتكاليف الخدمة أو السلعة المستهلكة ليش؟ لأن هذه الخدمة أو السلعة مقدمة من قبل الدولة فإذن هي مدعومة بماذا يختلف الثمن عن الرسم؟ يختلفون بعدة نقاط الرسم يدفع مقابل نفع خاص وعام بينما الثمن يكون مقابل نفع خاص فقط يتحدد الثمن بناء على قوانين العرض والطلب أكو طلب على السلعة الكمية المعروضة أكثر هذا ليحدد قيمة أو الثمن العام لهذه السلعة هل الطلب أكثر من العرض؟ إذن هنا سعر السلعة هيكون مرتفعة لماذا؟ لأنه أكو طلب متزايد عليها أما إذا كان الطلب على هذه السلعة منخافضة والعرض أكثر فهن هنا سعر السلعة أو الثمن العام هيكون منخفض بينما الرسم يتحدد بناء على القانون القانون اللي تقرأ من السلطة التشريعية بيعطاء إذن إلما إلى السلطة التنفيذية اللي حتحدد قيمة الرسم النقطة الثالثة الرسم يدفع جبرا عند طلب الخدمة بينما الثمن إذا حبيت أشتري السلعة أنا حدفع الثمن فما حيكون بها أي عنصر إجبار الثمن لا يعتبر من مصادر الدخل السيادية على العكس الرسم لكن أهمية الثمن في الوقت الحاضر ستكون أعلى أو أكثر أهمية من الرسم لأن الرسم ضائلت أهميته بالوقت الحاضر نأتي إلى مصدر آخر من مصادر الإرادات العامة اللي هو ماذا القروض قبل التطرق إلى القروض فأريد أن نوضح لماذا تلجأ إلى الدولة إلى الاقتراض تلجأ إلى الاقتراض لما تكون الضرائب قد وصلت إلى حدها الأقصى هنا لما أنا فرضت حصلت على عائد الضريبي أو العبء الضريبي الأمثل اللي فرضت على كافة وحدات الاقتصاد من المقدرة التكليفية القومية إذن إحنا نقصد هنا أنه قدرة هذه الوحدات الاقتصادية كافة على دفع الضريبة فهنانا إذا أني وصلت إلى الحد الأقصى فهنانا ما قدر بعد أفرض الضرائب فلهذا ألجأ إلى مصادر أخرى للإرادات اللي هي من ضمنها القروض هذا سبب السبب الثاني أنه أكو ردود فعل اجتماعي عنيفة على فرض الضرائب لأفراد غير قادرين بسبب انخفاض دخولهم أو غلاء المعيشة غير قادرين على دفع أو تحمل أعباء ضريبية أخرى لهذا الدولة أكو تخوف من فرض الضرائب فتلجأ إلى مصادر أخرى للإرادات اللي هي لنا القروض نقارن ما بين القرض والضريبة والقرض والأصدار النقدي الجديد بس قبلها لازم نعرف شنو القرض يعرف القرض بأنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من خلال من قبل تحصل عليها الدولة من الأفراد الطبيعيين أو المعنوين والأفراد الطبيعيين هم كأشخاص والأفراد المعنوين أو الشخصية المعنوية اللي نقصد بها هنانا مؤسسات أو هيئات أو مصارف لكن بموجب طبعا عقد هذا القرض أحصل عليه بموجب عقد وبموافقة من قبل منه السلطة التشريحية لأنني كسلطة تنفيذية كحكومة ما ممكن أقترض بدون ما أخذ إذن من قبل من قبل السلطة التشريحية اللي هم البلمان بموجب عقد مع تعهد برد هذا المبلغ مع الفوائد خلال فترات محددة إذن مبلغ نقدي تحصل عليه الدولة من قبل الأفراد أو المؤسسات الخاصة بموجب عقد مع إمكانية طبعا بموافقة السلطة التشريحية بشرط رد المبلغ مع الفوائد بالفترات اللي المفروض يتم إعادة المبالغ أو دفع القروض بها إعادتها للأفراد هناك نقاط اختلاف ما بين القرض والضريبة وأوجه الشبه أوجه الشبه إنه كلاهما من اللي حيتحمل عبئة الأفراد لماذا؟ الضريبة من تحصل عليها الدولة من الأفراد والقرض أيضا من اللي حيتحمل دفع الأفراد لما الدولة تقترض وتريد ترجع أموالي الاقتراف هتفرض ضراب على الأفراد على مود استددت قيمة القرض سواء كان لأفراد أو مؤسسات خارجية أو داخلية بالتالي عبئ القروض أو ضراب منه يتحمل الأفراد بماذا يختلف؟ بماذا يختلف؟ إضافة إلى أن كل منهما قلنا عبئة أو جهشب أنه كلاهما يتحمل عبئة منهم إلى أفراد إضافة إلى أنه كلاهما يصدر بقانون الضريبة بقانون من قبل السلطة التشريعية والقرض أيضا بقانون ليش بقانون؟ لأن رقابة من قبل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية سبب ثاني إعطاء قيمة أو دعم للأفراد من قبل الدولة مصداقية أكثر أنه هذا بمجب قانون صدر أو الدولة ستحصل على هذا القرض أو على هذه الطريبة فيكون امتياز بالنسبة للمكلفين ويصيبهم بالطمئنين أنه الدولة ستكون قادرة على دفع قيمة القرض لأنها تكون مهزمة بمجب القانون بماذا يختلف كل منهما الضريبة عنصر إجبار وتقدم بدون خدمة بينما القرض آني كفرد ستكون مخير ما بين أقرض الدولة أموالي لأمتلكها أو ما أقرضها أموال الضراب هنا قيمة قيمة الضرائب التي أحصل عليها ما تروح إلى باب معين أو مشروع معين على عكس القرض القرض أنا أقترض على مود أكمل مشروع أقترض على مود أدفع رواتب إذن هنا قيمة القرض تخصص على عكس قيمة الأموال التي أحصل عليها من الضراب القرض هنا القرض والأصدار النقدي القرض من أحصل عليه القرض بالموازنة العامة مرة يكون باب النفقات ومرة يكون باب الإيرادات من أن أحصل على القرض إذن هذا سيكون إيرادات حصلت عليها بس لما أجي أسددها وانحثبتها باب النفقات مبارغ لازم أنفقها لازم أرجع قيمتها إلى الأفراد لازم أبدو أدفع الأقصاط المترتبة علي بالقرض إذن القرض مرة يكون باب الإيرادات ومرة يكون في خانة النفقات الإصدار النقدي لما الدولة ما تقدر تقترض أو أكو حد للاقتراض إذن هنا أو أكو عزوف من قبل الأفراد أو المؤسسات لإقراض الدولة ممكن الدولة تلجأ إلى الإصدار النقدي الجديد والإصدار النقدي إذن هي مبالغ نقدي أو نقود ورقية تطبع الدولة في انضافة هنا قوة شرائية جديدة بالاقتصاد هذه القوة الشرائية إذا كانت بس نشير إذا كان هناك طاقة إنتاجية معطلة يعني عندي مشاريع اقتصادية ما تعمل بطاقة هالقصوة أكو طاقة معطلة فأهني هنا كدولة أضغ أموال ممكن هذه الأموال هيزيد الطلب فمن يزيد الطلب على السلع من أن ضخيت هالأموال كرواتب أو كمشتريات يعني كدولة أشتريها إذن هنا هيصير أكو طلب إذا كانت المشاريع لا تعمل بطاقة هالقصوة إذن أقدر أزيد أنا كمشروع عندي يعمل بطاقة بنسبة 60% من يزيد الطلب على السلع ما تكون ممكن أن تنتج بنسبة 80% أو 90% ففي هذه الحالة أنا ممكن أستوعب هالقوة الشرائية الموجودة الجديدة أما في حالة أن المشاريع لا تعمل بطاقة هالقصوة وما كطاقات إنتاجية معطلة إذن هنا شلو اللي راح يصير حصير عندي مشكلة اقتصادية حيصير عندي تضخم ليش حيصير عندي تضخم لأن هنا العرض الكمية المعروضة محدودة مشاريع تعمل بطاقة هالقصوة ما أقدر أزيد الكمية المعروضة لما حيزيد حيزيد القوة شرائية وحيزيد الطلب هذا الطلب ما حتوق بزيادة بالإنتاج وزيادة بالعرض حيصير هنا عندي حيصير ارتفاع بالأسعار حيصير عندي تضخم فممكن الإصدار النقدي الجديد تكون آثار سلبية على الاقتصاد موضوع محاضرتنا انتهى إلى أنواع القروض إن شاء الله نكمل بالأسبوع القادم وإن شاء الله أتمنى تكون المحاضرة مفهومة شكرا لاستماعكم مع السلامة شكرا